أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى موعد أحوال الطقس على قناة البلاد عن حالة الطقس المتوقعة لنهر اليوم بحول لا تحسن تدريجي سيطرأ على الجهة الشمالية لألوطن خاصة الغربية والوسطى وصولا بالشرقية ولكن خلال صباحة اليوم إن شاء الله الأجواء ستبقى ملبدة على المدن الساحلية الوسطى والشرقية مما سيؤدي إلى تسقط بعض القطرات الخفيفة ولكن ستتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظاهرة وستصبح الأجواء من صافية على العموم إلى مغشيات جزئية أما على باقي الولايات الجنوبية فالأجواء فيها استبقى صافية ومشمسة على العموم يعني أجواء ربعية ستشهدها باقي الولايات الجنوبية درجات الحرارة دائما استبقى مرتفعة على أقصى الجنوب كذلك وسط الصحراء هنا ستصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب بينما ستتراوح على شمال الصحراء وصولا بوسط الصحراء ما بين الـ 26 درجة إلى 38 أما على المرتفعات لا تفوق عن 18 درجة بالنسبة للجهة الشمالية عكس الجهة الجنوبية يعني الجهة الشمالية للوطن ستعرف نوعا ما ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة عكس باقي الأيام الفريطة إن شهدنا درجات حرارة عالية ولكن لا تفوق عن 19 درجة بالعاصمة وصولا بأقصى السواحل الشرقية للوطن لنهار اليوم بينما سنسجد لـ 20 درجة على كل منهران وصولا بتليمسان بنسبة لحالة تقصى المتوقعة لأمسية اليوم إن شاء الله تقريبا أجواز تبقى مغاشاة على الجهة الشمالية للوطن ولكن بدون فعالية على عكس أقصى السواحل الشرقية للوطن أين الاضطراب الجوي سيتواصل ولكن سيكون ضعيف نوعا ما وسريع الفعالية يعني سيكون مرفق بأن تكون متفرقة إن شاء الله إلى غاية صبيحة الغد بحول الله أما على باقي الولايات سواء الشمالية أو شمال الصحراء وصولا بالمرتفعات الداخلية كذلك الجهة الجنوبية الغربية فالأجواز تبقى مغاشاة نوعا ما بدون فعالية بالنسبة لأقصى الجنوب وصولا بمنطقة الواحد كذلك الهوغر والتسليف الأجواء فيه ستبقى صافية على العموم درجات الحرارة المسجلة إن شاء الله لأمسية اليوم عن درجات الحرارة دائما استبقى على الجهة الشمالية للوطن منخفضة خاصة بالمرتفعات أين لا تفوق عن 7 درجات بيباتنا خمشلة عشر درجات بالبيض مشريا عام 14 درجة بيمستغنم كذلك وعام 12 درجة بالعاصمة أما على جي جي سكيك دعنا بوصولا بطرف لا تفوق عن 11 درجة 16 بيب بشار بالنسبة لتيندوف سمسجل فيها 15 درجة 17 على منطقة الواحدة وصولا بالهوغر وتسلي كذلك وسط الصحراء دائما أعلى مقياس سيكون بأقصى الجنوب تقدر ب26 درجة ولكن نسبة الرطوبة كذلك المسجلة لأمسية اليوم على المدن الساحلية للوطن ستتراوح نوعا منذين 73 إلى 87 بي المئة فيما يخص حالة البحر البحر تقريبا سيبقى هادئ على طول الشريط الساحلي ولكن سرعة الرياح لا تفوق 25 كيلومتر في أساعة وستكون تحت تيارات يعني في مختلف الاتجاهات على كل الشريط الساحلي بالملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم عن وقت غروب الشمس بجزائر العاصمة إن شاء الله لنهار اليوم سيكون على ساعة 27 دقيقة أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله